اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شهر 12 حيث يعد هذا الحدث هو تظاهرة وطنية سنوية تعنى بدعم الصناعات المحلية والمنتج الوطني والنجاح الذي حقق المعرض خلال أعوام الست الماضية يؤكد مدى ثقة هذه الشركات والجهات المختصة في هذا التجمع الكبير والمهم للأمانة لكم أنتو كمواطنيين ومقيمين بالدرجة الأولى رح أشاهد معكم هذا الفيديو الخاص عن هذا المعرض وبعدها إن شاء الله نرجع نستكمل لقائنا وحوارنا مع بيوهنا عاما بعد عام يستمر النجاح ملتقى الفرص الاستثمارية والتصديرية للجهات الحكومية والقطاع الخاص وتجار الكويت والخليج العربي في مجال البناء والتشييد أكبر معرض متخصص في عالم البناء والديكور صناعات لي رأيتها اليوم فعلا أشياء مفخرة صناعات حديد صناعات المواد البناء وصناعات التكنولوجيا الأخرى وندل التدل على اهتمام الحكومة واهتمام الشعب بتطوير صناعات الوطنة معرض الصناعات والبناء السابع من 11 إلى 14 من ديسمبر 2017 في فندق الجميرة في دولة الكويت برعاية وزير الدولة لشؤون الإسكان بدولة الكويت بالتعاون مع مؤسسة الرعاية السكنية إدارة وتنظيم شركة أكس بوتاك لتنظيم المعارض والمؤتمرات بداية أحبابنا نرحب بالمهندس عبدالله الموسوي وهو رئيس مجلس إدارة شركة برافو هومز ومنورنا في هذا المساء ونحن نتعرف على شركاتهم وخصوماتهم وعروضهم في هذا المساء مساء لك بالخير حياك الله حبيبي الله يحبك إن شاء الله حياك الله وإذن نرحب بالمهندس حسين الصالح وهو مدير عام مؤسسة بنسل ديزاين مساء الله بالخير مساء الله بالنور حياك يا حبيبي حياك الله نور وإهلا مرحب بيك وأيضا نرحب بالأستاذة آية فوزي وهي مسؤولة الإعلام والتواصل الاجتماعي بشركة أكس بوتاك مساء الله بالخير مساء الله بالنور حياك الله وإهلا مرحب الله يحييك أنطلق معكم أنتم المعرض ومنظمين لهذا المعرض وغيرها سنتكلم مع هذه الشركة شركة أكس بوتاك لتنظيم المعرض صحيح نحن شركة أكس بوتاك شركة رائدة في تنظيم المعرض والمؤتمرات الحمد لله صار لنا عمر في السوق الكويتي عندنا أشهر المعارض اللي نقدمها خلال السنة بداية بمهرجان الأم اللي يكون بالتعاون مع الـ UNDP وعندنا مهرجان الطفل يكون بالتعاون مع اليونسف وعندنا مهرجان الصحة والرشاقة والجمال اللي يكون بعد المؤتمر الطبي اللي حققناه نجاح كبير فيه وصار أنه هو مهرجان ثابت وسنوياً قدماً ونية على أضخم حدث على نفس ما تفضلت حضرتك معرض الصناعات والبناء في سنته السابعة للتوالي الصناعات والبناء شنو متوقعين لغبال إن شاء الله إن شاء الله يكون أعلى بعد من السنة اللي طافت وكأن السنة اللي طافت الحمد لله يا ربي كنا تعدين العشر تالاف زائر خلال الأربع كيام فإحنا نتمنى أن هذه السنة يكون أكثر بوايد بعد من السنة الماضي يعني الشركات متفاعلة معاكم والجمهور متفاعلة معاكم الحمد لله يا ربي الحمد لله في ذنس ويانا بعد مشارفيننا يعني حياهم الله وسهل بارك راح نطلق معاكم الآن وابتدي مع المهندس حسين الصالح مهندسنا سنتعرف أكثر على مجالاتكم وشنو الهدف من مشاركتكم بهذا المعرض هل أنتم تحرصون كل سنة أو هذه أول سنة لكم مشاركة الحمد لله بالنسبة حق المشاركة هذه السنة الثاثة التوالي ما شاء الله يعني اللي شدنا حق المعرض هذا كجهة منظمة وائد حريصين على التفاصيل فهذا وائد يريحنا بالتعامل وياهم حتى نقدر نوصل الصورة والفكرة حق الحضور بشكل أوضح بالنسبة حق خدماتنا اللي نتكلم عنها احنا متخصصين زيادة نقول بخدمة تصميم المعماري التصميم المعماري يمكن وائد ناس عندهم فكرة مكاملة كمواطنين ومقيمين عن المجال هذا مما يسبب بعض المشاكل بمراحل المشاريع سواء الحكومية أو الخاصة فالحمد لله حابين كثما نقدر نبين التكنولوجيا بين الألم اللي به المجال على أساس أن الكل يستفيد من هالجانب وبين قوسين حريصين أن نعطي بهالمعرض نساب معينة من الخصومات نشجع الناس أكثر للإقبال على هالأشياء انت رحت على الخصومات أنا عندي سؤال عن الخصومات بروحة جوابت انت على الخصومات والتكنولوجيا مطبقينها الحمد لله لنتكلم عن تفاصيل زيادة اللي هو البيم بروجيكت بلدينج انفورميشن مودلينج اللي هو عبارة عن آخر البرامج الهندسية العامل المعماري ستكون موجودة هناك لايف تقدر تجربها بالنسبة حق الـ HTC 5 فتشوف الـ VR فأي مشروع أنت قاعد تبني سواء المشاريع المحلية أو الخليجية اللي عندنا تقدر على وطول تطلع عليها وتفتر بالمشروع وتشوف تفاصيل اللي أنت تبينها ممتاز قبل ما تدفع أي دينار حق التنفيذ فأنت متطمن بالضبط مشروع الاستثماري أو السكني وين قاعد يوصل وماذا سيخلص بالضبط مهندس عبدالله الموسوي أيضاً بالنسبة لشركتكم وكركة رئيس مجلس الإدارة شون حرصتوا السنة تقدمون هل هذه هي السنة الأولى أو أيضاً السنة الثالثة الرابعة لا إحنا كشركة برافو هومز صار لنا كذا السنة يعني صار لنا بحدود الأربع خمس سنوات بالسوق ولكن في المجال هذا أو المعرض هذا أول مرة وأول مرة وأنا متحسف صراحة لش أول مرة يعني من خلال للأمانة من خلال السنوات السابقة تحسفت ليش ما شاركنا في السابق للأمانة لا لا تحسفت ليش ما شاركنا في السابق لسبب صراحة أن المعرض هذا يركز على المنتج الكويتي أو الشركات الكويتية للأمانة فإحنا كشركة يوم بغينا نفتح الشركة قبل ثلاث أربع سنوات تقريباً كنا ندور بعد ما نقينا الاسم كشركة برافو هومز قمنا ندور على شعار إحنا ننطلق منه من خلال هذا المعرض تستغل هذا المعرض في انطلاقة شعار لإقبال الناس وإقبال الجماهير وإحنا إلى اسم معين كان ذاك الوقت حضرت صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الحمد كان الله يحفظه إن شاء الله كان يركز على جملة الدعم الشباب الكويتي وإعطائهم المجال في شتى المجالات الأمانة فأيتنا فكرة بما أن إحنا شركتنا شركة برافو هومز ضفنا عليها جملة إدارة شبابية كويتية فالحمد الله من ذاك الوقت إلى الآن ندور أي عمل في العمل الوطني أو التشجيع الوطني منهم المعرض هذا الأمانة وهم مركزين بشكل كبير على المنتج الوطني فلذلك أنا متحسف من زمان لماذا لا يشارك؟ حمد الله لماذا لا يشارك؟ حمد الله لكن ماذا حارس أنك تقدم هذه السنة معكم أول مشاركة وفي ظل هذه المنافسة؟ للأمانة نحن كشركة أو مجلس دارة شركة برافو هومز نحن مقدمين في مجال المقاولات والبناء عندنا سواء اللي يبي يبني بيتها كهيكل أسود أو اللي يبي يبني بيتها على المفتاح من خلال المعرض هذا أيضا نحن مقدمين مجالات كثيرة اللي يبي يبي هيكل أسود سواء مصنعيات أو بالمواد أو على المفتاح يعني نحن نقول لهم إرق دواما من ناحية السعر من ناحية الخدمة والجودة إن شاء الله رح تلقى الشيء المناسب والشيء المميز أسعار ترامبوسية 100% والأهم من هذا الجودة اللي رح نقدمها إن شاء الله ممتاز أختي دعنا نتكلم عن موضوع شو اللي يميز مع رضكم هذه السنة عن السنوات اللي فاتت في ظل ما شاء الله هذا التشجيع وهذا الحماس من قبل الشركات اللي يشاركون معاكم تمام مثل ما تفضل المهندس عبدالله نحن نشجع الطاقات الشبابية بشكل كبير وبالذات حرص من الأستاذة داليا وفائل المدير التنفيذي للشركة تحرص بشكل كبير جدا أنها تدعم الطاقة الشبابية بالكويت يعني نحن كنا الأسبوع الماضي موجودين بكلية التربية الأساسية قاعد نسوي همان عن معرض الصناعات كعن نوصل للطلبة والشباب شن الشيء اللي رح يستفيدونا لما رح ييون معرض الصناعات والبناء غير طبعا أن أهما رح يتعرفون على أكبر الشركات والتجار الكويت اللي موجودين والتجار الخليج اللي مشاركين ويانا هاي يعني كأنكم تأمنون فرص عمل مستقبلية لهم صحيح وخبرة مسبقة أننا أحنا حابين أن أهما ييون ويتعرفون بشكل مباشر فلاس أن أهما رح يعرفون هني أن شون لما ينزلون مجال العمل أنه والله أنا شفت وجربت وشفت بعيني التجار من جميع أنحاء العالم مو بس عفوا مع المنتج دعم المنتج الكويتي وهم من مشاركين ويانا شركات خليجية ها في شركات خليجية بالمعرض صحيح هس هنا في مشاركين ويانا شركات خليجية بالإضافة أننا عندنا على هامش المعرض في ويرش عمل يقدمونها طاقة شبابية وهم من موجودين ويانا سيكون من مطابق بوغنبول ياي من ألمانيا مدير مشاريع ألمانيا سيكون متواجد لمدة يومين سيكون متواجد ورشة عمل للشباب والمهندسين الموجودين وحاب يتعرف على المجالات الموجودة ويانا في معرض صناعات والبناء السابع هناك ورش عمل موجودة في استقطاب خليجي في استقطاب أوروبي متواجد كله في هذا المعرض كله في ثلاث أيام ما شاء الله يعني نشاط أعتقد أن الجمهور فرصة كبيرة لهم أنهم يزورون هذا المعرض يعني اللي يقول اخذ فكرة واشتر بكرة يعني على قرات بعدل ولا لا فشنو الفكرة اللي راح تقدمونها مهندسنا تحرصون على تقديمها وتثبيتها عند الجمهور اليوم اللي راح يزوركم شنو توعدهم فيه أوعدهم أنه نقدم بشكل واضح اللي هي ثقافة المعمارية اللي هم يحتاجون يعني بين قوسين نحن الحمد لله كأكسبيرين صالنا 12 سنة فمن خلال هذه السنين أحس أن الشباب اللي مقبل أن يكون عنده مشروع سكني كفيلة خاصة أو أن يكون مشروع استثمار يكون عنده ثقافة شنو يقدر يحقق النجاح ويكون عنده مهندس يثق فيه يقدر يوجهه على الطريق الصحيح فهذه كثقافة المعمارية راح نبدأ نقول لها بثلاث طرق اللي هي باستخدام تكنولوجيا بالعلم شنو يوصل معين حق المنفذين بكل سهول يعني الناس يسألونكم المعرض أنتم راح تجاوبونهم هذا هو هدفنا الحمد لله كمشاريع عندنا مشاريع بس فيه احنا عندنا هدف أكبر من شيء أن نحن التوعية المجتمعية لهو أجب علينا كمواطن مهم أن تفيد غيرك خاصة احنا عندنا خدمة مسلعة فالخدمة أن تخدم الناس فيها فاللي تعلمنا لازم نوصل حق الناس مهندس عبد الله من خلال تجربتك وخبرتك في هذا المجال وسنوات طويلة في هذا الموضوع اليوم أول سنة بهذا المعرض ستحتك مع الجمهور أكيد حاط في بارك متوقع أسئلة ومخاوف معينة عند الناس ماذا أكثر مخاوفهم أكثر مخاوفهم الناس أنا في حتوة أريد أن أقول الأمانة أنا أرى أكثر الناس للأسف أو البعض أن يلجؤون في قضية البناء إلى السعر فقط اليوم أنا أرى السعر فقط ليس هو المعيار الوحيد في البناء في معايير كثيرة فلازم الناس يتأكدون في قضية البنيان إلى أمور كثيرة ليس فقط المبلغ في السنوات السابقة في منطقة صباح الأحمد قبلها منطقة جابر الأحمد في ناس رحوا للسعر فقط وللأمانة صارت مشاكل كثيرة معاهم في مراحل البناء فأنا أبي أكد رح يدفع مرة ومرتين وثلاثة أحسنت هذا الوصف فأبي الناس يركزون على قضية مو بس السعر وهو المعيار الوحيد هذا الكلام مو معناته واحد كان يقول لنا أكيد أنتوا تبعون ترفعون بالسعر فتقولون هذا العذر هذا الكلام ليس صحيح وأنا أقولها أمام الملا نحن نتحدى أي شخص في مجال البناء كنا كإدارة شبابية كويتية وأصحاب اختصاص في قضية السعر زائد الأمور الثانية فلا تنظرون للرقم فقط وتهملون الجوانب الأخرى والمعايير الأخرى في البناء الناس تنظر أيضا لأمر آخر والله هو الخوف من التعاون مع هذه الشركات أخاف أني أتعامل معه والعقود هذا وبعدين وقف بنياني بالنص وغير الناس عندها هذا الخوف عندهم هذا الهاجس فكيف نأمن لهم هذا الموضوع ونتجاوز هذه مرحلة الخوف هو صائر السوء دارا يمكن هذه المشكلة نحن نتحدث نسأل فيها مع أخوة يعني كلنا نكواتي وعارفين يعني هذا المشكلة بالدواني المشكلة بتركي أننا نحن نتصر عندها مشكلة خاصة مثل ما ذكرت الدوانية نبدأ نحاول نلقى حلول نزين من ناس مختصين أنا بدواني ما أصالف عن الهندسة كل الشوائس مهندسين والأخ الطبيب ومحامي فنقولهم لا مو تشذي السال فصاحنا مثقفين وعندما شاء الله القوغل ونكتب أي سؤال نبي نلقى إجابة بس هي لا الصج محتاجين ناس مختصة وصادقة بالشغل والأمانة تفيدنا فبالعكس رح تلقى الإجابة والفايدة أكثر وسأل مجاغب ولا تسأل الطبيب يقول لك بالضبط لكن أيضا أنت تحتاج الطبيب في حالة الاختصاص اللي هو أنتو اليوم أصحاب الاختصاص لكن مخاوف الناس في التعاقد مع الشيء يقول يمعون دخاف يضعوا للتراك يضعوا للشيء تريد أن تقول شيء بهذا الموضوع فاب رسالة وضح لهم لأن للأمانة من خلال الناس اللي مورونا الشركة ومن خلال المعارض اللي نشارك فيها السابقة نفس التساؤل كان يسألون هناك معايير لاختيار المقاول الأمثل لبناء بيت العمر أنا أشوف واحدة منها قضية ما احترامي إن شاء الله منعم ولكن الأفضل للشخص الذي يبني أن يكون شركة وذات كيان لا يكون ما احترامي لهم لا يكونوا أفراد أو مقاول شارع بالنهاية إذا صار ما صار أو هذا إلا في جهة أو في رخصة راح تشتكي عليها أو جيتش تتحاسبها نعم هذا في مجال الرخصة على سبيل المثال الشيء الثاني انزل على أرض الواقع وشوف مشاريع الشركة أنت وين بنات واخذ اللسة منهم على سبيل المثال اخذ أرقام العملاء اتصل عليهم روح اسألهم هالأسئلة هذه الشيء الثالث بنود العقد نفسه العقد خليه يكون عقد ثقيل خليه يراجع في ناس قاعدين في المجلس البلدي على سبيل المثال أكثر من محامية روح راجع أكثر من محامية من جانب الفني والقانوني راجع العقد وتأكد منه لا تأخذ الكلام الشفوي اللي يقول لك حاضر من هالعين قبل هالعين والوعود الشفوية هذه ولكن لما انتي على أرض الواقع هالكلام ما نكتب بارك الله فيكم خليه شيء حق المعرض اللي يريد تعرف أكثر يزوركم في المعرض ان شاء الله اللي رح ينطلق وين في أختي آية وين في رحكم المعرض ونذكر الناس ان شاء الله رح يكون فيندق الجميرة من تاريخ 11 لأربعة عشر ديسمبر رح يكون فترتين في فترة صباحية رح تكون من العشر لواحدة ونص الفترة المسائية رح تبلش ورش العام من المساعة أربعة لساعة عشر إن شاء الله بالليل أكيد حياهم الله ونتمنى لكل يحب في وعود حق الجمهور في مفاجآت لهم تعدونهم رح يكون في مفاجآت إن شاء الله وإشاء رح يستمتعون فيها ويد قواكم الله آية فوزي مسؤول الإعلام والتواصل الاجتماعي شركة إكس بوتاك شكرا جزيلا وشكرا وشكرا للمهندس حسين الصالح مدير عام مؤسسة بنسل ديزاين شكرا لكم مهندسنا وشكرا لرئيس مجلس إدارة شركة برافو هومز المهندس عبدالله المسوي شكرا جزيلا شكرا شكرا لضيوفنا لنورونا وأعتقد أن المعرض هذا مهم لنا كلنا مثل ما قلنا أخذ فكرة أنت اليوم وبضرور أنت تتعاقد لكن على الأقل تتنور في بعض القضايا وبعض المؤكدة أيضا منتج وطني والناس الموجودين منكوا فيك وشكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة تقبلوا تحياته وتحيات فريق العمل كنت معكم راشد حسن تصبحون على أمن وأمان الصحابة الأبدان إلى اللقاء اشتركوا في القناة